ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في أزمة صحية عامة بعد أن أعلن المسؤولون المحليون عن أول حالة إشارة الأطفال في قطاع منذ أكثر من عقدين من الزمان جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهور على قطاع غزة وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تعرض البنية الأساسية للمياه وصرف الصحية في غزة للتدمير مؤكدة أن التهديد يتجاوز حدود غزة شكرا